الحقيقة قبل ما اتكلم مع حضراتكم على اي شيء عايز اتكلم في امر هام جدا بارح تبعت الحقيقة تصريحات كابتن محمد عبدالجليل المدير الفني لنادي مصر المقصة على قناة تن اعتقد اتكلم فيها قال ان انا هقول لعبتي ان هم يحفظوا على النادي الاهل كابتن محمد عبدالجليل قال الكلام ده ومنذ ان قال هذا الكلام هجوم شديد جدا جدا على كابتن محمد يوسف وعلى النادي الاهلي كابتن محمد عبدالجليل انا اسف وعلى النادي الاهلي طيب هو طبعا ده كلام سازج جدا 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 لكل من يرى او كان الكلام على ايه الكلام على ان الكابتن محمد يوسف الكابتن محمد عبدالجليل انا اسف هيفوت المباراة لصالح النادي الاهلي تخيل حضرتك النادي الاهلي صاحب الـ 42 بطول الدوري عام صاحب تسع بطولات أفريقيا ساق صاحب شوف كم بطولة كاز النادي الأهلي عملها أو فاز بيها تخيل حضرتك للنادي الأهلي لجمهوره سبعين تمانين مليون استني كابتن محمد عبد الجليل يمسك فريق مصر المقاصة علشان يكسب النادي الأهلي أو علشان يفوت أنا آسف للنادي الأهلي علشان النادي الأهلي ياخد تلاتة بنته ويكمل طريقه تخيل عائل أي حد عائل يتخيل الكلام اللي أنا بتكلمه مع حضرتك ده من مبارح هجوم شديد جدا على كابتن محمد عبد الجليل هجوم شديد جدا على النادي الأهلي وما ينفعش مبارات إيه اللي هتتفوت هو النادي الأهلي ينتظر أنا آسف جدا مصر المقاصة فريق كبير جدا ومن أعرق وأهم الفرق في الدولة المصري ولكن هو النادي الأهلي حينتظر التلات نقاط بتوع مصر المقاصة بالمناسبة الطبيعي الطبيعي إن النادي الأهلي يكسب مصر المقاصة ده الطبيعي ده الشيء الطبيعي يعني لما تيجي تبص على نتائج مباريات مصر المقصة مع النادي الأهلي منذ أن صعد مصر المقصة من الدرجة التانية للممتاز هتلاقي نادي الأهلي كسب 90-95-99% من المطشاط فالطبيعي أن النادي الأهلي يكسب مصر المقصة ولكن الغير الطبيعي أن النادي الأهلي يتعادل أو لقدر الله يخسر من مصر المقصة فاللي بيتكلم الكلام ده هو كلام سازق جداً ماينفعش حضرتك ده واحد صاحب نظرية مؤامرة يعني إيه؟ يعني واحد بيفكر إزاي أتكلم عن النادي الأهلي وإزاي أتكلم عن أو أهز الاستقرار اللي موجود في النادي الأهلي ولكن ده مش هيحصل أبداً طول ما جمهور النادي الأهلي متواجد حضرتك هل تكلمت عن مبادئ النادي الأهلي؟ عن أخلاق النادي الأهلي؟ طب الكلام اللي أنت بتقوله ده إسلام مجرد كلام وخلاص لا خلينا أفكر حضرتكم بآخر دوري خده فريق آخر غير النادي الأهلي 2014 ده موقف تاريخي حقيقي حصل مسجل في سجلات اتحاد كرة القدم مش أنا أطالع أقول كلمتين وخلاص لمجرد أن أنا أتحك على أقول بعض الشباب يا جماعة خلينا نفهم وخلينا نروح دائماً كلمة اللي احنا بنقولها دائماً إذا كنا عايزين نتكلم نروح للترند الإيجابي مش إن أنا مجرد إن أنا أطلع أزيف حقائق وأقول كلام أي كلام بأقوله؟ أي كلام بيتقال يعني إيه فوت مباراة يا جماعة الكلام ده يمس سمعة ناس عيب كلام ده عيب ما ينفعش يتقال إحنا أكبر من كده إن دي الأهلي أكبر من كده بكتير جداً